اشتركوا في القناة الفاظ تخالف العقيدة بل واحيانا احيانا يكفر بها الانسان والعياذ بالله لكن طبعا هنعذره بجهله يعني لان معظم الناس لما بتعمل كده او حد تقولي لانا بقوله ده يقول لك والله عمي شيخ انا ما قصدش طب ما انا عارف انك ما تقصدش لانك لو قصدت تبقى كافر وطلع بره الدين لكن مدام انت ما تقصدش ونيتك كويسة ليه ما يبقاش لذك كويسة يعني انا بقابل واحد اهلا اخي حبيبي باخده في حضن اجل وسلم عليه ازاك اخويا ازاك صحتك الله يبارك لك الله يحفظك اي واحد بيبص للمنظر ده يقول وجدي بايه بيكره الاخ ده لا طبعا بيحبه طبعا عرفت منين انه وجدي بيحبه الحب ده عبادة قلبي والله انا اخ شفته بيسلم عليه ويبوسه واخده في حضنه يعني مظهر من مظاهر الود والمحبة اه يبقى علشان كانت نيتي كويسة عملي كان كويس لكن لا يمكن انا اجي على اخ لي وقول له اخ الحبيب اني احبك في الله في وشه ايه ده احبك في الله حبك في الله احبك بورص ايه الحب المناير ده او حب ايه اللي تجاه تقول عليه ده تضربني في وشه وتقول لي بحبك ليه طبعا انت اقول له اعرفك لا ما ليش دعب نيتك انا ليه دعب العمل الظاهر اللي انت عملته واضحة دي علشان كده لازم نكون منضبطين فالفظنا لان الله صورة قافي يقول وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُ وَسُّ بِهِ نَفْسُهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِّيهَانَ عن اليمين اهو وعن الشمال ما لهم دول قعيد قعدين يعني ما يلفظ من قول هيطلع من بؤك اي كلمة لازم يتروح يمين يتروح شمال ما يلفظ من قول فيش كلمة بتمشي على طول كده لا تنحدف يمين حسنات تروح شمال سيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ها دلل مين هم العلمين عتيد نلعى الشمال ها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فخلي بالك حتى سيدنا معاذ بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جاب وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثَكِلْهَدْكَ أُمُّكَ يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم هل يكب الناس في النار على وجوههم اللي ربنا كرمهم به إلا حصائد ألسنتهم حصائد ألسنتهم بص كلمة حصائد يعني إيه يعني أنت بتزرع احصد الله زرع طلع احصد الله زرع طلع احصد احصد اه إن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم بالكلمة من رضى الله يا رب بعزتك وقدرتك ما يلقي لها بالا كلمة طيبة حلوة طلعت من بؤه يرفعه الله بها درجات والتاني وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله يهو بها في النار سبعين خريفا والعياذ بالله فياريت ناخد بنا أنا مش عايز أجيب أديلها كتير عشان الوقت ناخد بنا من الكلمات اللي بتطلع من لساننا رايحة ازاي فمثلا مثلا في كلمات في حق الله لا الله الله عز وجل يقول سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون انت بتتكلم مع ملك ولا رئيس ولا رئيس مجلس إدارة ولا لواء ولا حاجة يعني ردبة كبيرة يعني بساتك يا فندم وحضرتك يا فندم وكذا يا فندم مش عارف ايه وبأدب وبزوء طب مع الله فخلي بالك فمثلا من الألفاظ اللي مع الله من عدش نقول يا جماعة ربنا صهران بالليل مستني التائبين ربنا ايه صهران ايه صهران دي لا تأخذه سنة ولا نوم ده كلام برضو يا راجل انت صورة البقرة ما تقولش مثلا ايه اصلا ربنا عايز 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 من العوز والعوز الايه الاحتياج طب ربنا يحتاج لحد صورة الزمر اليس الله بكاف عبدة ويخوفونك بالذين من دونه اليس الله بكاف عبدة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فمفيش حاجة اسمها ربنا عايز وما انه قول ايه ربنا يريد صورة المطف صورة البروج فعال لما يعوز لا لا فعال لما يريد اه واخر صورة ياسين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون فما نقولش ربنا عايز نقول ربنا يريد اللي ربنا شرح صدره للخير هيسمع الكلام اللي انا بقوله اللي ربنا جعل صدره ضيخ يا راجل اللي اقول لنا حاجة كنت تمسك لنا على الوحدة بقى ايو امسك لك على الوحدة لان الكلمة بتدخل جهنم وكلمة بتدخل جهنم بكلمة واحدة تكفر كلمة بحرف واحد تكفر وترتد عن الاسلام وبمصير الجهنم لو جيت مثلا تقول ربنا ما قالش في سورة البقرة الف ده بيقول لا ما قالش الف كافر مرتد عن الاسلام وده حرف حرف مثلا يعني فاذا نخلي بالك من الكلمات مثلا بعض الناس ما يتكلموا مثلا عن ربنا برضو احنا قلنا كلمة عايز لا ما نقولش عايز نقول الله يريد يقولك ايه اصل ربنا عارف ربنا عارف عارف يعني ايه من المعرفة والمعرفة ايه عن جهل عن جهل المعرفة تكون عن جهل انا ما كنتش عارف الموضوع ده السادة ما كنتش عارفك كنت جاهل ما عرفش لكن الله عز وجل عالم سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير والمتعال فما نقولش ربنا عارف لا من ربنا عالم عز وجل ما قلش انا مبارع على فكرة وانا ماشي كده الصدفة لو واحد انا اقولك اه بالصدفة البحتة يا سلام البحتة كمان يعني مش كفاءة الصدفة بس الصدفة ما جاءت على غير تقدير الله عز وجل يقول سورة القمر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر فقدرنا فنعم القادرون سورة المرسلات وصورة الاحزاب وكان امر الله قدرا مقدورا سورة القمر تاني فالتقى الماء وعلى امر قد قدر فما تقولش الصدفة لا قول بالقدر قبلت مبارع فلان فلان قدرا قابلت فلان كذا كذا بالقدر ربنا اكرمني كذا كذا تحس ان فيه الفاظ مع الله فيه بعد كده حاجات يعني زي بسموها ايه الامثال او بسموها الحكم بتجرى على لسنة كده وده كلام غلط خلي بالك يعني مثلا بعض الناس هنا بتتكلم تقوله على رأي المثل خصوصهم بقى الستات يعني يقولك ايه على رأي يدي الحلق للي باله ودان طب ازاي يعني واحد مالوش ودان تديله حلق طب حيحلقه فين يعني واحد مالهاش ودان تديه حلق ما انت بتستهبله ولا ايه ما معناه انك انت غير حكيم انتهبل عبيت واحد اقرعت ورح تدروا اعطي لك هدية مشت جميلة هسرح ايه هنا مثلا يعني ايه بقى خلي بالك مثلا ما تجيش تقول ايه فلندا لبيرحم ولبيسيب رحمة ربنا تنزل يا ربي ده مين ده اللي الله في صورة فاطر يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد ازاي في واحد قاعد ربنا نزل رحمة وقوله انا هتالله كل ما ينزل رحمة انا هتالله مين انت اله مع الله ولا انت تبقى اكبر من الله بقى استغفر الله فاقوعة الكلمة دي قوله فلن لا بيرحم ولا بيحب رحمة ربنا تنزل ويحب ولا ان شاء الله ما حب رحمة ربنا نزل نزل ما تقولش ايه مطرح ما تيرسي دقالها يبقى مين اللي ماشى التاني الحمار الحمار مشاك الحمار قالك امشي ورايا فانت ماشي وراه الحمار بس كده انحاف هنا دقالي ولا انت اللي بتدقوا وتوقفوا انت ببالك الارادة لا انت ماشي ورا الحمار بالطريقة دي يقولك ان روحت بلد بيعبولوا العجل حش وديله ليه 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 كده ليه الخلب ده انا روحت بلد بيعبودوا العجل اقولهم حرام عليكم اعبودوا الله ما لكم من اله انغيره مش حش برسيم ود العجل يعني بتخنلهم العجل ايه ده ده كلام ده اه ان كان شيخك عجل تشعلق في ديله ايه شيخك عجل طالع عجل وانت مسك في ديله حيوصلك انا وقبالك انت اه خليك حيل وامسك في ديله وانت بسه بتاع من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وعندنا في صورة صورة النجم ان لا تزر وزرة وزرة اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعياه سوف يرى كلمات كتير زي كده الناس للأسف عارف يقولك ايه اه على رأي المسأ يا مستعجل عطلك الله هو ربنا بيعطل حد ايه كلمة الخايب ده قال انا مستعجل وماشي ربنا بيعطل ما تعطنيش بقى لا 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 ايه ده فيش حاس ما ربنا بيعطل حد ما تقولش الكلام ده واحد كتبلك مرة على اللي بتاع ده العربية اللي بيبيع بيها الله ما كفيني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيلهم بهم مش عايزك انا اتصرف انا معهم انا اعرف انا حسن منك يعني بس انت رب يخليك في اصدقائي بس يعني انا محتاج لك في اصدقائي بس اما اعدائي فانا كفيلهم بهم ايه ده ايه ده لا 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 زي مثلا واحد يقول لك ايه والله انا عملت العليا والباقي على الله الباقي على الله هو كله على الله وانت فاكر انت اللي عملت انت اللي بتعمل انت بتاخد بالاسباب انت بتاخد بالاسباب ما مبيش حاسب ان انا عملت العليا والباقي الباقي بس على الله ده كلام ده كلام كتير على فكرة من امثلة زي كده وتبقى على لسنة عادي عارف زي ايه يقول لك مثلا ايه ايه اخي انا عايز اعمل شغلانا في البيت كده ما تعرفش واحد سباك حلو انا عندي واحد سباك ابن حرام ابن ايه ابن حرام ابن حرام امه زانية فيه لا يا راجل ما قصدش هم لتقصوا دي اه قصد ان هو يعني ابن حرام يا الله قول جدع قول حرك فهناوي ود جدع لك ما تقولش ابن حرام ده كلام يتقل ده الفاظ بتبقى على لسنة كده لا 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 مش احنا مش احنا يعني الفاظ في الاسلام شوف دقيقة لدرجة ايه شوف دقيقة لدرجة ايه ان الله في صورة البقرة يقول يا ايها الذين امانوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا طب ما هي هي لا ازاي المجرمون الكفرة واليهود والمنفقين والكفرة وكلهم في مكة المكرمة كانوا يجتموا النبي على السلام يجتموا يقولوله ايه يا ارعن يا ارعن فمش هيقوله يا ارعن يقوله ايه راعنا يا ارعن فربنا بقول يا ايها الذين امانوا لا تقولوا راعنا ملاش الكلمة دي وقولوا انظرنا بصلنا بصلي بصلي ما تقولش راعنا راعني مثلا ليه عشان ما نكونش بنقول كلامهم اللي هما بيقصدوا بيه معنى لا انا مسلم منضبط في الفاظي لاني محاسب عن كل كلمة بتطلع من بقي يعني اختم بشيء ما عنديش في دليل بس اسمعت والله يا زريفة يعني من باب الوعظة يعني يعني واحد مرة بيقوله قاعد كده في عمل كده ده ايه ده في الملكة بتاعت اليمين بتقول لي ايه ده ايه ده حسنات دي ملايكة الشمال بتقول تقول لي سيئات والله مش عارفين هو ايه ده ايه اللي عملوا له بس احنا مطالبين ان احنا نحسى عليه خلاص اكتبوها صفير وعلى الله التفسير لما نيجي في الاخر سعبت عند السعب كنت تقصد بيه ايه شوف يعني لدرجة ايه فياريت نكون منضبطين فالفظنا الله يكرمكم جزاكم الله كل خير اقولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة